نقطة أخيرة ودي متعلقة ببعض المواقع اللي بتنقل بعض الأخبار اللي من شأنها إنها محاولة هزد استقرار الفريق مش ما أقول يا جماعة كل فترة يطلع خبر ملوش أي أساس من الصحة عن النادي الأهلي والناس تتفاعل مع الخبر ده بحسن نية لأن مواقع لها اسمها بتنقل الأخبار دي وتحديدا قبل مباراة مهمة زي دي ألاقي دايما اسم كهرباء يطرح موقع أو أحد المواقع الشهيرة اللي برضو كان من ضمن المواقع اللي نشرت إصابة بيرسي تاو واللعب تاني يوم كان بيشارك في التدريبات عادي نفس الموقع بيقول إن بيتسو موسيماني بيرفض عودة كهرباء أولا لدى وقته ولا إن الموسم في تركيا انتهى ولا إن الموسم في النادي الأهلي انتهى ولكن بيتسو موسيماني تقريبا حد ترجم له وبدأ مركز مع الإعلام اللي بدأ يعمل مشاكل بينه وبين بعض العابيه وبيتسو بقى من نوع اللي مركز شوية من الإعلام وأتمنى يكون تركيزه انتهى النهاردة ويركز في برات الرجاء عمل رتويت أو كتر تويت للتويتا للموقع وقال يا جماعة رفقا قادي التويتا يا كابتن عيسام بيقول إن الكلام ده مش حقي يعني خلينا أقولها من إنجليزي هذا ليس حقيقي ارجوك فاير ارجوك فاير واند كهربا كنوا منصفين معي ومع كهربا خليكم يعني عادلين معي والكهربا واند كهربا يعني نحن في الشهر المقدس أو الشهر الكريم وكتب فاير يعني من فضلكم لا احنا عايزين نقولها بقى إنه بطريقة بيتسو موسيماني عايز يقولهم تقريبا هو كمان متابع يعني الهاشتاج ومتابع كل التريندات فهو عايز يقول لهم في رمضان يعني في رمضان كاتبالهم على طريقته بقول لهم يعني يا جماعة احنا في رمضان خدوا أجازة في رمضان بس يعني برضو حاجة لطيفة كده موضوع صعب جدا كابتن ولكن من الاهل وفيه ورد في الملعب بإذن الله